السلام عليكم بنات كيف داري اللباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب ولكن فيما كنتشوفوا انه ما جيت معكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي بسطلة صغار بحشوة مالحة طبعا بنفس الورقة اللي حضرت معكم في الفيديو السابق الحشوة كتجي لديدة بساف وغزالة وحتى غتشوفوا معي في الفيديو طريقة للم او لا طريقة باش نجمع البسطلات بشكل مبسط وطريقات الاحتفاظ بهم في المجمد خليكم معي من اول فيديو حتى الاخير باش نشوفوا المقادر وطريقة تحضير وشكرا على المشاهدة ورمضان مبارك كريم بنسبة المقادر ديال هاد البسطلات او للحشوة عندي هنا يا صدر الدجاج او لا صدر الديكرومي او حتى الكفتا اللي عندكم تواجد استعملوه منعقدوش الامور فهذا الحجر الصحي اي حاجة عدنا فضر نقدرون ديروها غادي تجيز وينا بساف كما قلت لكم قطعت ماء مكعبات صغار الكيمية اللي مناسبة لكم ديروها عندي البصل اللي قطعته رقيق استعملت هاد النوع ديال البصل كي يجبني بزاف في الحشوات تقدروا تديرو البصل اللي عندكم اللي متوفر عندي هنا عندي هنا الزيت والاخضر مقطع دوائر عندي ثوم جوج حبات محكوكين في الحكاكة الرقيقة وتقريبا جوج مع القصغار ديال القصبور والمعدنوس مقطعين ارقاقم بالنسبة البهارات او للعطرية ديال هاد الحشوة عندي هنا شوية ديال سودانية عندي راس معلقة ديالسكنجبير ملقة ديال الخرقوم راس معلقة ديال ابزار و الملح حسب الضوق عندي هنا شارية صينية طبعا شارية صينية ديال الاروز ماشي اي شارية صينية يعني تكون دون نوعية جيدة وعندي هنا لانشون اللي قطعته على هاد الشكل هذا اختياري ماشي بضرورة ديروه انتقدروا تكتفيوا غيب المكونات اللي وردتكم اللولين راكجي الحوشو بيهم غزالة بزر صفي هنا عندي لاصوس الحارة او لاصلصة الحارة طبعا في اي حشوة مالحكي اجبني اندرك اتعطي واحد الاضافة زوينة وهنا الورقة اللي اخدمت معاكم في الفيديو السابق الزيت طبعا بالنسبة الورقة خرجتها من المجمد في الصباح وخليتها تلقات على خاطرة هنا في مقلات غادي ندير الزيت تخنم في هذه الاثناء را ندر تحت الماء كيف ينظروا لكي نديروا فيه الشعر الصينية اجبني انتظروا الزيت تخنم غادي ندير لها البصل والثوم والقصبور والمعدنوس سوف تكون مرحلة اولى كيف ترى يجب أن تحرك ثم نحيز يجب ان نطفق الماء والدخول يمتر بها الاغلاء نضيف البطاق النار و اضيف البطاق مرحلة نضيف البطاق النار اضافة تقريباً للماء اضافة تقريباً للماء ثم اضافة تقريباً للماء ثم اضافة تقريباً للماء اضافة تقريباً للماء اضافة تقريباً للماء SALT اضافة تقريباً للماء حتى نشف نشف الماء زيادة تقريباً للماء ثم نشف الماء اضافة تقريباً لا يتيح واحد سهولة لنقضيها في الورقة أضافة لأنني أريد أن نستمعها بالزعتر لا يجب هذه المنسمات لا يجبون حشوة كثيرة تدري الحباق يزير ورقة سيدناموسا ترميون مرحلة حشوة ترميون مرحلة حشوة كثيرة الزبدة المثابة خليط من الدقيق وماء لتحلل الماء وشيتة لانشون ورقة ورقة من قبل أريد أن نقوم بإمكانكم هناك كيفية تكون خليه غير تلقى خاطرها مزيان وعاد يخدموا بها كيفية تشوفة بحالي الله صوبتها سوف نأخذ بحال إناء أول شي حاجة صغيرة على شكل دائري فضلت ندير حجم القياس حجم القياس أقربت لكم الفيديو بشكل مبسط كيف ترميون أول شيء ودهنتها بزوبدة لا يوجد مجدد إلا تقطعت لكم الورقة اللي سوف تضرحها بحاجة لنضع الورقة بشكل مبسط أهم أن الورقة الثانية لن تقطع لكم بشكل مبسط ونضيف الحشوة ونضغط كيف ترميون العرب من العرب الثانية الدولة ثم نضيف الماء ونضيف الحشوة لنضيف الحشوة ونضيف حشوة ونضيف حشوة دقيقه ونبدأ انا نضغط قليلا وضغر قليلا حتى نكمل الدائرة كاملة نضغط قليلا و نضغر قليلا حتى نكمل الدائرة كاملة نضيف الزبدة من فوق نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نتمنى أن الفيديو يكون واضح نضيف الزبدة ونضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة ắt bump سوف نستعمر كيف يمكنك أن تقوم بالفرن سوف نستعمر كيف يمكنك أن تقوم بالفرن سوف نستعمر كيف يمكنك أن تقوم بالفرن سوف نستعمر كمسة مرة نستعمر كمسة مرة ورقة سوف نستعمر كمسة المشاهدة و هناك ساعدة بسلطة سوف نستعمر كثير من الفرن سوف نستعمر كثير شيء مجرد سهلة جدا عادي اضع البلاستيك المجمد اضعها اكياس المجمد اضع 1 تاسا اضع البلاستيك الغذائي اضعها مستمرين و تكون مستمرين و تدعوه اكياس المجمد اضعها الهواء اضعها الى 4 مجمد كما ترى و تستطيعين الى الكيمياء كمية من الهواء و تستطيعين لحجم الهواء من الهواء اضعها الى بلاستيك الغذائي اوضعها اخير الفيديو اتمنى ان الفيديو قلنا لأعجابكم تشوفكم